أعطيكم العافية والسلام للجميع هناك سؤال سألتك كثير كثير ما الفرق بين الكندا والدولة الفلانية الموضوع ليس سهل جدا لأنه ليس لدي خبرة أحكي لكم من خبرة وأحاول أعطيكم الأماكن التي أزورها مثلا الدول التي أزورها أحاول أعطيكم اليوم أعطيكم مقارنة بين كندا والنرويج لأن هؤلاء الدولتين يصبح عليهم كثير إميغريشن ويصبح حكي كثير عن طريقة الحياة والمساعدات التي تعطيها الحكومة أعطيكم عن شغلتين لأن هذه الشغلتين أستطيع أن أقارن فيهم الإنترنت لا يجعل أحد أشياء تقدروا تسألوا هذه الأسئلة وتجدوا أجوبتها دائما على الإنترنت أنا عملت مقارنة بالأسعار والشغلة الثانية مقارنة بالجواز السفر ما هي الدول التي تدخلها خليكم معي وشوفوا الفيديو طبعا قبل أيام حكينا عن هذا الموقع نيمبو الذي يقارن بالأسعار في المدن والدول اليوم نقارن بين كندا والنرويج تقدر تختار أي دولة أضع لكم الرابط تقدر تختار المدينة التي تريدها أنا أريد أن أقوم بعمل مقارنة بشكل عام الآن كما ترى هم أعطيك بشكل عام نرويج بكل الشغلات أغلى من كندا كما ترى هم أول شيء الأطعمة بتشوفوا المقارنة أنا أضع لكم برضو الرابط عشان تشوفوا وتقارنوا كل شيء أنا بشكل سريع بدي أحكي أعتقد الشغلات اللي أرخص فقط اللي هي مثلا هون اللي هو الترانسبورتيشن أو المواصلات أغلى الغاز أغلى بكثير البنزين يعني تقريبا الضعف السيارات أغلى زي ما انتم شايفين بشكل عام المواصلات والسيارات أغلى عندهم بالنرويج في كندا في شغلات اللي هي بالأخضر هدول أرخص مثلا الانترنت عندهم أرخص السبورت اكتيفتيز أغلى المواصلات عندهم أرخص اللي هي دي كير تبعات الأطفال والمدارس طبعا انترناشنال مدارس أرخص الملابس أغلى عندهم الرنت أغلى فبشكل عام النرويج يمكن أغلى بكثير من كندا زي ما انتم شايفين هاي آخر إشي اللي هو عشان التاكس وما التاكس هون المقارنة بين الجوازين السفر هذا الباسبورت اندكس حكينا عنه برضو موقع ممتاز جدا زي ما انتم شايفين جواز كندي بدخلك 186 دولة بدون فيزا والجواز النرويجي 169 دولة يعني دولة أكثر بتقدروا تشوفون كل الدول بتدخلوا على باسبورت اندكس برضو هخليلكوا الرابط طبعهم عشان تدخلوا عليه وتقارنوا اذا بتحبوا تضيفوا دول تانية برضو بتقدروا زي ما انتم شايفينه دول الدول اللي بتقدروا تدخلهم بدون فيزا والدول اللي بتحتاج فيزا واللي بتحتاج فيزا على المطار وكل هذا واضح هون في هذا الموقع موقع رائع جدا اتمنى انكم تستفيدوا منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد